من أغرب الظواهر التي تميز عصر التواصل الاجتماعي والترافيك أو زيارات المواقع هو أن كثيرا من وسائل الإعلام لا تحذف ولا تمحو الأخبار الكاذبة حتى لو تأكد زيفها فالخبر والشائعة تظل متداولة ويصدقها البعض وتجذب الزوار والإعلانات أما كونها كذبة فهذا أمر ثانوي غير مهم على الإطلاق ومن أفضل الأمثلة على تلك الحالة أو الظاهرة هذا الخبر الذي نشره موقع اليوم السابع المصري واسع الانتشار الخبر يقول إردوان يفرض الآذان الموحدة بصوته في مساجد تركيا وعالم أزهري يرد جنون الصحيفة نشرت الخبر عبر منصة تويتر وأضافت له صورة لنتنياهو لم نجد لها محلا من الأعراض لكنها كانت كافية لجمع عشرات الإعجابات وإعادات التغريد وكالعادة نجح الخبر في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وشركه البعض كما هو وأخرون نشروا سكرينشوت من خبر اليوم السابع والبعض نشر الخبر دون ذكر المصدر بالطبع الخبر غير حقيقي وغير منطقي ولكن لزيادة التأكد أولا لم تعلن أي جهة رسمية خبرا بهذا الشكل على الإطلاق ثانيا تركيا تعرضت لمنع الأذان باللغة العربية في ثلاثميات القرن الماضي ما جعل للأذان معزة زائدة عند كثير من الأتراك ترجم ذلك في الاهتمام بالأذان والذي تحول إلى فن يدرس في معاهد ومدارس عدة ثالثا الأذان ليس موحدا في تركيا بل يتغير مقامه بين صلاة وأخرى ولن أعتقد أنه من الممكن أن يقبل المجتمع التركي بقرار غير منطقي مثل توحيد الأذان بصوت إردوان لكن من الواضح أن كثيرا من العقول العربية المستقطبة تقبل وتصدق وتشارك هذا الخيال الجامح